السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم شباب عمليني اتمنى يا رب ان انتوا تكونوا بخير وارجعنا تاني الفيديو The Chronicle of Infinity النهاردة انا هتكلم عن الخاصية اللي نزلت جديد اخر حاجة نزلت في اللعبة اللي هي mythical gear ازاي تفتحها وايه الاستفادة منها وهل هي فعلا تستاهل ان انت تضحي بال Gears الثاني عشانها ولا لا طبعا رقم واحد الخاصة بديت ان دي مبنية على اساس التضحية او sacrifice بال Gears الثانية بمعنى انا دلوقتي هوريكم ازاي كل حاجة خاصة بيها رقم واحد مقرد بس ان انت تفتح Activation او تعملها active انت بتاخد بونس او زي stats عليها لو دست على العدسة اللي هنا تلاقي فيه اربع خانات هنا لو اعملت اكتب الاثنين منهم هتاخد الgold بتاعك هيبقى زيادة بنسبة 50% من ال vault وال gold dungeon لو اعملت اكتب الاربعة هتاخد 50% من الرون ايضا والثالثة والثالثة لو اعملت اكتب لستة منهم ال revelation coin هتاخدها بالاضافة الى 50% زيادة لو اعملت اكتب اليوم هما كلهم بتاخد 100% جائزة اضافية من الشست اللي بتاخده من treasure hunt زي ما انتوا رايفين نيجي بقى المرحلة ايه ان انت تعمل لهم active فعلا مرحلة active هي تتقسم لثبت مراحل او مرحلتين بالاخص رقم واحد اللي هي ان انت بتقول ايتم من ديت بتبقى مطلوب منك اول حاجة ان انت هتضحي بايتم معينة يعني مثلا هنا العشمال ديت او لحظة واحدة اعمل لكم حاجة عشان تبقوا انتوا شايفين الموصفين بالزبط من بردك تبقى انتوا عارفين انا اقصد ايه او انا اقصد الجزئية هنا دي رقم واحد احنا هنقسمهم تمانية واحد اتنين تلاتة اربعة تمسة ستة سبعة تمانية تمام؟ رقم واحد هنا انت بيتطلب منك ان انت هتعمل تضحية بجير 5 ستار الورانج تمام؟ انت لو دوست عليها حتى هتلاقيه هو بيقولك المطلوب ان انت تعمل اكتيب الاول مرحلة هنا بيتطلب منك جير 6 ستار هنا هيتطلب منك سبعة الباقي هيتطلب منك 5 ستار من ال red gear او اللي هي السبريم تمام؟ انا بالفعل الخمسة التانيين انا بالفعل عملتهم فهنروح للمرحلة التانية او المرحلة الهيئة هي ان انت تعمل collect ال xp عشان تبدأ ان انت تعمل لها active فعلا عشان تجمع ال xp ده هتجمع ازاي؟ ده بيبقى عن طريق بالجيرز نفسها او ان انت تضحي بجيرز نفسه اذا كان ال legendary او orange one او supreme اللي هو ال red تمام؟ بعد ما بتضحي او بتجمع ال xp ده كله تبدأ بقى ان انت بالفعل عملتها active هي كل واحدة منهم هيبقى نفس النظام بتجمع xp ووقت ما بتجمع كله تبقى هيتطلبها active فعلا هنروح بالمرحلة التانية اللي هي ايه؟ اللي الفعل اتعمل لهم active هتبقى ظاهرة قدام منك كده او انا بالفعل عندي عملت واحد activation فالموضوع بقى سهل بالنسباني هقدر ان انا اشرحها لكم تمام؟ وهنا طبعا كل واحدة منهم تبقى ليها الخواص بتاعتها او الليفل بتاعها او كل حاجة كل التلات حاجات دي هتبقى مختلفة تماما هما نفس التلات حاجات بس اللي انا اقصده هيبقى الليفل بتاعها مختلف لكل واحدة منهم فاحنا هنشتغل على دي النهاردة ابن انا هنشرح لكم اديني نظامها انجو فهنا هنبدأ ان احنا نشتغل على دي اللي هي الايه؟ الagument دي رقم واحد ان انت بتبقى مبنية على اساس ايه؟ ان انت بتجمع ال stones ديت عشان تبدأ ان انت تعالي الليفل بتاعها طب الليفل ده فايدته ايه؟ اوليه فايدتين الاولى ان انت بتزود ال stats تبقى انت ظاهرة عندك نقطة ال stats اللي انت هتزودها التانية بقى مرتبطة بايه؟ بالنسكريبشن او الخانة التالتة تمام؟ لو احنا اجينا نهوت ودوسنا على علامة الاستفام هتشوف ان كل مربوط بواحدة او خانة من النسكريبشن هنروح هنا اهو هتلاقيها مكتوب كام ستة خانات نلجع تاني هنا موجود كام ستة خانات كل مربو المعين بيفتح لك خانة من اللي منه هنيجي لمرحلة الحاجة تانية اللي هي ال extra bonus او stats زيادة تبقى موجودة هنا اهو تمام دي بقى مبنية بناء على اساس ايه؟ على اساس بردك الليفل بتاعها يعني هنا انا ليفل 44 نروح هنا اهو هتلاقي 44 من 50 يعني انا عايز اخلي الليفل بتاع دي 50 عشان اقدر ااخد البونس ديت وهنا بيبقى بظاهر لك ايه زيادة اللي انت هتخدها لما توصل الليفل ده طب دلوقتي انا الحاجات دي هتاجبها منين؟ هو حالين في تلت طرق الطريقة الاولى من اللي هي هنروح للمود من الجريدي ابس بتاعتها ترى هبصيت على كل تشاست هتلاقيه موجود عندك الاساسي ان هاو بيديك ايه؟ البلو والبربل والكوينز دي هاته الكوينز دي برده هنروح محتاجينها عشان نجيب الجامز او الانسكريبشن تمام؟ وفي عندك فرصة ضعيفة ان انت تجيب اللي هما الاتنين دولار تمام؟ طب الطريقة التانية ايه؟ من تراجر هونت او روحت عالتراجر هونت هتلاقي في اللي تشاست نفسهم بيبقى موجود عندك ان انت تقدر ان انت او لك فرصة ان انت تاخد الثلاث حاجة الدولة تمام؟ كده؟ الطريقة التالتة اللي هي بتبقى من الماركت عادي هنرجع بقى اين هو التاني تمام؟ كده اول واحدة مفيش اي مشكلة وزي ما قلت هتبقى مختلفة هتعمل كل ايتم من التمانية هيبقى ليه ليبل معي ليبل خاص بيه هو يعني الليبل دوت انا هنهوات ليبل 44 لو عملت اكتف الواحدة تانية مش هتبقى نفس الليبل هتبقى ايه؟ ليبل واحد هنروح للاويكننج الاويكننج ده بيعمل ايه؟ حاجة ده بتعلل الستار بتاعتها بيديك بونس هناه وبتشوف البونس بتاعه لكل ليبل من الاويكن بيتزود لك ايه؟ هو الاويكننج 3 ستار بس لو روحنا على هنا عشان هنلاقي فيه بونس البونس ده بيجي لك ازاي؟ بس هنا هن بيبقى لازم التمانية مع بعض بيبقى من اول اتنين ستار وتلاتة ستار طبعا بتشوف انهوات هوا ايه؟ هنا لازم يبقى التمانية معاك والاويكنن بتاعهم ليبل اتنين والتانية بيبقى كلهم ليبل ثلاثة طب انا هام الاويكنن ده بيبقى ازاي؟ هنا دي المتطلبات بتاعتهم اللي هي ايتم 5 star orange وهنا ال red one بالاضافة للcrystal ديت دي بتجيبها منهم بالنسبة كبيرة بتبقى في الاحداث اللي بتبقى موجودة هنروح الاخر واحدة اللي هي ايه؟ الinscription الinscription ديت هي ممكن انت تشوفها مكعبلة شوية بس هوا موضع بسيط جدا مش صاد الرقم واحد ان انت دائما قلت لك انت بتعمل activation من argument تمام كل واحدة بيبقى ايه لها متطلبة على الليفل بتاع فهنعمل ايه؟ عشان نجيب ديت نجيبها ازاي؟ تممكن انت تدوس على او اللي خالص هنروح على الماركت هتلاقي كلمة من هنا احنا بنبدأ ان احنا نعمل او ان احنا نجرب حظنا ان احنا نجمع دي طب حلو دي بنجمعها ازاي في طريقتين في اما اللي هي عن طريق اللي نوتلك عليها ديت اللي انت بنجمعها من من ال وفي ديت التانية دي هنا هي بتعملها لك ايه؟ لفل اربعة وخمسة او بالنسبة كبيرة بتبقى لفل اربعة بس لانهم حددها لك لفل اربعة اللي هي دي تمام؟ ودي بيهديك جواز اعلى لان زي من قلتلك كل واحدة منهم زي الجيرز بالظبط دي بتبقى في بلو بيربل وفي اورنج وفي الريد تقريبا يعني الريد اللي مش متأكد منه تمام؟ طب انت تلوقتي موجودين معاك حاجات انت مش محتاجة تعمل ايه؟ هنرجع على الانسكريبشن اللي هي دي هنروح على الايكون اللي هنا هتدوس عليها دوس على الريكمنديشن اوه هيبدأ ياخد الحاجة اللي مش محتاجها بحاجة وتعمل لها ايه؟ او تضحي بيها طب حلو هللا كده مش هستفاد بيها بحاجة لا انت هتستفاد لانه تضحي بحاجة بيدي كوينز الكوينز انت تقدر تستخدمها فين؟ في الاكسشينج شاب تقدر انت تجيب ايه؟ بيربل والورنج باردوك تمام؟ كل واحدة انهوت بيبقى كتيب لك انه سلوات سي بتقدر تستخدمها فيها تمام؟ هنجع تاني تمام؟ موضوع انه بسيط حتى انت لو بسيط على كل واحدة منهم هتلاقي فيه سهم بسيط كده في الجنب ده السهم ده هيوريك هي دية الاني واحدة بالصد يعني مسلا الورنج انا مش عارف هستخدمها ليه؟ ببسيط على السهم دوت هتلاقي نفس السهم انهوت دي اللي هي المقفولة انا بالتالي مش هادر استخدمها تمام؟ دي رقم واحدة اه رقم اثنين فيه لو روحنا على الديبلوب تبدأ الديبلوب تبدأ اين نظامه؟ ده زي بتعمل ليبل قبل الحاجة اللي انت اللي موجودين معاك فليكن معادي بتعمل ليبل قبلها بالجولد طبعا تمام؟ الماكس بتاعه ببقى كام ليبل خمسة عشر لو تدوس على علامة الاستفاهم ديت هيوريك ايه؟ الاستاتس اللي انت احتمال انت تجيلك من الليبل طب حلو الاستات دي انا مش عايزها اعمل هي هروح على الريكاست اختار اللي انا عايزها مش هنعمل ريكاست هيتعمل بايه؟ هيتعمل بالستون ديت طب دي بجيبها ازاي؟ بالنسبة كبيرة بتبقى موجودة في اليفنتات في الشوب بتاع اليفنت وفي السيل شوب تمام؟ انت لو دوست عليها وبيوريك اني واحدة هي بالزبط ده بالنسبة للموضوع الخاص بالميثيكل جير وكل حاجة خاصة بيها هي لو انتم محتاجين تعرفوا اي حاجة تاني اكتبوا لي في الكومنتات تحت وانا بإذن الله هحاول ان انا اوفرها لكم واشوفكم الفيديو اللي جاي وخدوا بالكومين وفي رعاية اللحم